موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا امريكم في قناة التعليم والمتطور النهاردة هنكمل الجزء الثاني من شهدو بيتل واخر حاجة كناتكلمنا عليها في الجزء الاول احنا ازاي بنعمل اللي هي كانت معناها information for your اللي هو what is the day weather looks shiny or rainy and you can wear light clothes or heavy clothes and we know that the petal discovered that there are three kinds of surfaces that the sun affects on it بمعنى ان الخنفساء اكتشف ان في تأثير للشمس على الاسطح بيدينا ثلاث انواع من التأثيرات دين اللي هي cold, warm, and cold كنا اتكلمنا كمان ان هي بتعتمد according to the material and the color هنيجي بقى we will talking about the problem of the petal وكانت ايه هي المشكلة تعالوا نفتكر اصلا ان هي كانت ثابت المدينة وجات توعد في الصحراء والمشكلة اللي وجهتها ان there is no shade in the desert طب هي هتعمل ايه علشان to solve this problem problem يعني مشكلة المشكلة دي ظهرت لها من ايه ان هي كانت at the city he can get a shade from under tree or under umbrella of any store or at home خلاص ان البيتل كان بيقدر يلاقي ال shade عن طريق الطرق دي ان هو بيبقى تحت الشجرة زي انت شايفين او umbrella بتاعت اي store او اي مدقر او اي محل ممكن تدار في بس at the desert there is no any trees or stores في الصحراء مفيش اي حاجة زي ما احنا عارفين تعالوا نقسم الحاجات اللي الخنفساء بتقدر تجيب منها ال shade او الظل عن طريق ايه ان في حاجات موجودة فعليا وفي حاجات احنا لازم نشتريها علشان تعملينها ال shade اللي لازم نشتريها دي اسمها goods goods these things we can't play it زي umbrella and heads تمام طيب هي عملت ايه هي ممكن تعمل tent can we create a tent and can we buy umbrella and heads and we can find a trees اوكي طيب يبقى احنا قسمناهم ان فيه حاجات ممكن نعملها كريات وفيه حاجات ممكن ان build it اللي هي زي tent او حاجات تبقى موجودة already او حاجة زي اللي هي ممكن نشتريها طيب تعالوا بقى نعمل ال experiment علشان عايزين يساعد الخنفساء ان هو يعرف يشتري الطقية المصبوطة how does he decided to buy a suitable hat ان هي الكبعة المناسبة اللي تقدر تديله الشاد اللي هو محتاجه طيب ال experiment اللي احنا هنعملها ان احنا هنجيب flashlight خلاص the first step get flashlight and a hat او different kinds of hats اه لو عندك ice cap لو عندك كاب لو عندك hats هتجيب different kinds of hats او انواع كتيرة من الكبعات لو عندك في البيت وتجيب flashlight اللي هو المصدر source of light انه عندما تبقى في الصن هي ايه جاي على رأسك فهو ده البديل لها تمام وماما هتمسك flashlight وتشغله. ايه اللي هيحصل? اه هتلاقي فيه دايرة اتكونت على حسب ايه? على حسب المساحة الخاصة بالطاقية او الكوباة اللي انت لابسها. يعني ايه? ان الهات ديان حجبت الضوء انه ينزل عليك. فعملت منطقة سودة اللي هي الضل اللي بتبقى على الارض. الهات بتعمل ايه? prevent or block the sun rays. ان هو بيحجب اشعة الشمس. هو جايب لك في الشيت مثال هنا ان انت المفروض draw a picture of a hat that would protect you the زي ما قلنا هنجيب اكتر من نوع ونبدأ نشوف الطاقية المناسبة اللي هتمنع اشعة الشرس. طيب هو ده جايب لك بعد كده بقى اه هاتس فور سيل. والهاتس دي بيقول لك سيركل زهاتس زات كان بروتيكت يور فيس فروم زا صن. هو عايز يحمي يور فيس. فاهم حاجة انك مما تختار تختار الحاجة اللي بتحميك من اه الفيس بتاعك في اتس فرونت او زا باك. لأ هو في الفرونت يبقى محتاج هات خلاص تعمل ماك كشات فروم زا فرونت اوف يور فيس على وشك من الامام. خلاص مش من على ضهرك. تعالوا نشوف الانواع اللي موجودة دي. which one can protect يور فيس. الدائرية اللي هي السيركل هيت ولا الكاب ولا اللي على شكل دي اللي بنستخدمها في العياد الميلاد. فطبعا للايز كاب ولا اللي بنستخدمها في العياد الميلاد دي ممكن تحمينا من اشعة الشمس او زا فروم زا صن. فبالتالي هنحتاج الكابات او الخوزة دي طبعا بتحمي وشنا كله وفعليا فبتبقى برضو مناسبة. زي ما سبق واتكلمنا ان الخنفساء بيدور على شات. فهو عايز دلوقتي لما لما لقاش في الصحراء الشات ده فقرر انه يعمله بنفسه. طيب هيعمله بنفسه ازاي? هي فاونت انا ايضايا. ايه هي الايضايا اللي حصل عليها? ان هو 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 يعمل الهات بنفسه. لانه اللي عنده الامبريلا ولا عنده فعمل ايه? احنا قلنا الاول ان هو كان عنده والبروبلم دي تصفقت دور على ايضايا اللي هي الفكرة. والفكرة اللي جاتلو علشان يحلوا المشكلة بتاعتو ان هو ايه اللي المفروض لما يبقى معاك الايضايا ديا ايه اللي مفروض نعمله? نشوف يعني ايه المتاح معاك علشان تحقق فكرتك ديا او تحل مشكلة. فالخنفساء دور على دور على المتاحة معاه وعشان يبدأ ينفذ الايضايا بتاعه. فاكرين يعني ايه المتوريال اللي هي كنا تكلمنا ان يبقى معانا اللي هي البيبر ايه الكلوس الووت البلاستيك الفابريك اللي احنا اتناقشنا فيهم اليونت اللي فقتها. وبعد كده. the next step. how do you plan to use the materials? انت ازاي بتخطط انك تستخدم المتوريالز ديا? خلاص? طب هي الخنفساء لما فتح الشنطة بتاعته لقى معاه ايه? لقى معاه هي find a paper plate, yard, paper, fabric and plastic water bottle. احنا بقى دورنا ايه? we are putting the materials all together to solve our problem. هو كان المفروض دورنا ان احنا نجمع الحاجات دي كلها ونحل المشكلة بتاعته اللي هو how we can make a sheet. يبقى احنا عملنا البلانينج اللي عندنا الايديا الاول والماتوريال والبلانينج خلاص خططنا. حنبدأ في التنفيذ ونعمل production للجزء او للهات دي. the last step improvement. والimprovement دي معناها ايه? ان احنا نحسن في البروتكت بتاعنا. نعمله quality. نعمله جودة. يعني ايه? يعني نشوف هو قدى الوظيفة بتاعته المطلوبة ولا لا? يعني ايه? انت دلوقتي الايديا بتاعتك how to make a sheet from a hat. طيب انت هتعمل ايه? عايز protect my face from the sun rays. يبقى اما المفروض هشوف الهات اللي عطاها دي. protect my from the sun or not. هنشوف ايه مساحة. يعني هي كويسة زي ده ولا قولة يلا قوي ولا مش آآ طويلة ولا قسيرة. فنبدأ نشوف بتاعنا ده مظبوط ولا لا. وعلى هزا الاساس نبدأ نشوف ونحدد هي هتبقى ده الفنش بتاعك او الصورة نهائية ولا هتحتاج تعديل. تمام؟ يبقى to solve any problem you have five steps. حاولوا بقى تعملوا انتو كمان اا مشروع للهات دي بحيث تبقى مناسبة ليكو. prevent your face from the sun rays. تعالوا نتكلم على حاجة كنا تكلمنا عليها في الترم الاول وهي survive. وهي يعني اللي كنا قلنا عليها قبل كده اللي هي البقاء على قيد الحياة. وفي البقاء على قيد الحياة ان كل كائن حياة ربنا خلقه ادي له حاجة تخليه يقدر يتكيف مع الظروف اللي موجودة حواليه في البيئة اللي موجودة هو عيش فيها علشان يعيش في امان. وكنا اتكلمنا على الموضوع ده بالتفصيل في الترم الاول. تعال نشوف يعني ايه اصلا كلمة التكيف اللي هي الادابتاشن. وهي كيفية تكيف الحيوانات على البيئة التي يعيش فيها. اسمها ادابتاشن. يلا نحكي في الموضوع ده. ايه هو الادابتاشن? بارتس اوف بلانتس او انيمال ذات. كان هيلب ات تو سيرفايف. معنى ايه? ان كل الكائن حي عنده. حاجة تساعده على البقاء على قيد الحياة. اول حاجة الخنفسة قبل ما تفكر. هي قالت اكيد الكائنات اللي عايشة في الصحرة دي قادرة تتكيف. او قادرة تعيش ازاي? فبدأت تفكر وتدور هما ازاي? اول حاجة بسط لنفسها. هي ممكن يكون عندها ايه? يخليها تقدر تحافظ على ايه حياتها. انها تبقى على قيد الحياة. من وقت نظاركو فيه عندها ايه? موجود عندها اوتور شيل. اه ممكن لانها الصلبة القشرة صلبة ممكن تحميها من الشمس وكمان ممكن تحميها من اي خطر لحيوانات او اي حد ايه يقرب منها. طب تعالوا بقى نفكر احنا كمان ونفتكر ان زي الحيوانات اللي موجودة في الصحرة بتقدر survive to live at the desert او تعمل adaptation اه اللي هو التكيف ان هي تعيش فين في الصحرة. يبقى احنا هناخد مصطلح اللي هو adaptation اللي هو التكيف. تعالوا نشوف اول حاجة خدناها زمان كنا عرفنا اللي كنا عرفناها وهو نبات الصبار والمصطلح بتاعه اسمه ايه? اللي هو اسمه ايه? الكاكتوس. الكاكتوس كان عنده ها? اللي هي الاشواك. دي بتحميه ان هو ايه? حيوانات تاكله ان هو حاجة حد ياكله. كمان اللي هو التبخر المية وطبعا دي كبيرة عليكم مش هناخدها دلوقتي بس عشان نفهمها لكم ان المية في النبات بيحصل تبخر لها وبتطلع من النبات زي اي حاجة انت لو حطيت شوية مية في البلكونة وعرضتوه من الشمس بيحصل لهم ايه? الطبق بينشف. بينشف ليه? نتيجة انه بيحصل له اللي هو التبخر. المية بتتبخر. زيها زي لما تحطت شوية مية في براد على النار. هيحصل له ايه? المية هتخلص لان بيحصل لها ودي نتيجة ان الحرارة عالية. انت مولع نار دي علشان اللي بعد كده اللي هو الفنك واللي هو سعلى بالفنك عنده ايه? عنده بيك إيرز. دي بمثابت عينه اللي بتشوف الخطر. يعني ايه? يعني بروتيكت هم فروم دينجرز برضه. انه هو can find. ااا لو صاونز. الاسوات القليلة جدا فبيبدأ ياخد باله من الخطر اللي ممكن يتعرض عن بعد كمان اللي بعد كده اللي هو الكامل واحنا كنا اخدناه وعرفنا انه عنده سنام وسنام ده معناه ايه معناه الهم وده من الهانجر بتحميه من الجوع ومن العطش ده نتيجة ايه الهمب ده بيعمل وبعد كده كامل can use fat as food and water when they can't find any in the desert يعني بيعمل ايه ان الكامل الهمب ده بيعمل انه بيخزن الدهون دي وبعد كده لما بيحتاجها في وقت تاني بترجع له على هيئة مية وطعم طيب الشيط اللي عندنا اللي هو بتكلم على بالنسبة للكاستس والفنك فوكس والكامل فعايز اه 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 وبعد كده تكونت number of circles اه another picture اه درو اه بوكس يعني مثلا اللي هو السكوير وبعد كده على الجزء اللي هو بيعمله الادابتاشن على الارز بتاعته والتالت بيتكلم على الكامل الهمب بتاعه طيب في الشيط اللي البعد كده بتكلم على المور ادابتاشن ويجيب لنا five pictures and want you to discuss ادابتاشن of these يعني كل واحد مثلا عنده قلنا في الحيوانات لو جده دورنا عن كل الحيوان حنلاقي عنده حاجة بتخليه مميزة او adapt to the habitat which live at it طيب بالناسبة اول حاجة للبلانتس والبلانتس قلنا parts of plants the first part is the root والروت ده اللي هو الجزر والجزر ده the importance of the root two reasons لسببين ايه هما the first reason to support the plant on the soil ان انت بتعمل تثبيت للبلانتس في للبلانتس في التربة او الارد the second reason ان البروت سيدين support the plant from water and salt بتمد النبات بالمية والملح تعالوا نشوف the second picture is a giraffe which giraffe has a long neck long neck help it for picking leaves from the highest trees في الارتفاعات الاشجار العالية تقدر تجيب اوراق الاشجار وتقدر تاكل بروحتها خلاص سبحان الله ربنا خلق لها long neck عشان تقدر تتكيف to make adaptation of the habitat طيب بعد كده عندنا shape والشيب زي ما احنا عارفين كلنا بيتميز بايه بيتميز انه عنده sick hair والsick hair ده protect it from the cold بيحميه من البرد طيب اللارج هورن دون بيعمل ايه؟ بيعمل help it to define itself from the other animals وده اللي بيخليه يحمي نفسه من الحيوانات اللي حواليه تعالوا نتكلم على الحاجة طريفة خالص وهي beats اللي هي الحيوانات الاليفة كتير مننا عنده حيوانات اليفة في البيت who has a bit at home rabbit or cat or dog or fish or bird تمام يبقى احنا عندنا البيت منها more kinds انواع كتيرة منها ممكن live at your home انت علشان يبقى معاك حيوان اليف حيوان الاليف كنا تكلمنا على انه living things living things should be care طيب البيت سيدين لها احتياجات او فاكرين needs for living things كنا تكلمنا عن نفسنا كصغيرين بنحتاج ايه needs and wants بس هنا beats needs بتحتاج اه طلبات لها to be survive اللي هي لا to be at life ان هي تبقى عايشة او تضل عايشة زي ما تكلمنا عن ان living things بتحتاج حاجات اساسية اللي هي الفود والووتر وكمان زرار five main things that all living things need to survive علشان تبقى على الحياة قيد الحياة وتفضل عايشة في خمس حاجات اساسية مش بس للبيت لا لأي كائن حرف لأي كائن حي for any لأي let's see air food water shelter and space الع والفود والووتر عارفينهم اللي هما ايه الهوى والمية والطعام تب ايه هو الشلتر وايه هو اللي سباس الشلتر اللي هو المقوى او البيت او الهوم بتاع without home you can't find the protection انت مش هتلاقي الحماية لو انت ما عندكش بيت هتبقى دايما معرض للاختار صح طيب يبقى الشلتر ده مهم for any living things كمان في حاجة اسمها لسباس تب ايه الفرق ما بين الشلتر واللي سباس الشلتر اللي هو المقوى الاسبيس حيز متاح تقدر تتحرك فيه يعني ايه يعني انت مش هتجيب مقوى صغير يعني بيت صغير كده ما تقدرش تتحرك جواه لازم يبقى معاك space علشان تقدر تمارس حياتك كمان الكائنات الحية زي البيت برضو محتاج الاسبيس ده كمان لو نفتكر البلانتس برضو محتاج الاسبيس ده لما كنا قلنا النيدز اوف بلانتس قلنا من الحاجات المطلوبة لسبيس علشان ايه علشان الروتس كان تقدر تنمو اللي هي الجزور تقدر تنمو وتقدر تطلع في التربة هي تكبر ازاي لازم فيه space ان هي تتحرك فيه خلاص تعالوا نشوفوا الشيء ده وهو عايز تعمل ايه تعمل وان انت هترسم احتياجات الخاصة بالكائن الحي او الكائن الاليف اللي عايش معك في البيت اخر حاجة هنتكلم فيها عايز عرفك معلومة وهي ان البلانتس والانيمالز ار امبورتنط امبورتنط للهيومن ازاي تعتقد ازاي ان الحيوانات والنباتات مهمة للانسان تعالوا نشوف احنا عارفين الماتوريا اللي موجودة عندنا اللي هي الوط comes from ايه comes from a tree ان هي بتيجي من الشجر ولا بتيجي من مكان تاني نا عارفين ان الخشب بيجي من الشجر did you know that trees are also the sources used to make a paper انت عارف برضو ان احنا ممكن ناخد من الاشجار نصنع الورق ايه ده يعني الشجر ممكن يجيب لنا source of wood and source of paper جميل طيب الانيمالز بقى زي ما قلنا ال shape has ايه has sick hair وال sick hair دا وان بيشيلوه ويبدأوا يعملوا بي ايه يعملوا بيه بيتعملوا معالجات طبعا treatments كتير علشان بيحطوا له chemical materials او بيحطوا له chemical products اللي هي المواد الكيميائية علشان يتعدل ويبقى مؤهل اننا نستخدمه في الصناعة صناعة الملابس او صناعة السجاد والحاجات دي كلها اللي بيستخدمها الانسان جميل طيب ايه كمان فيه بلانتس بقى بتتصنع فيه بلانتس بيتم زرعتها اصلا علشان نستخدمها في تصنيع الملابس فعليا زي ايه زي القطن اللي هو القطن القطن بيستخدم برضو لما هنكبر شوية هنعرف ان هو بيتعرض لشوية عمليات علشان في الآخر يستخدم فيه تصنيع القماش والملابس الخاصة للانسان كلام جميل جدا هو عايزك تفلشيت ان انت تعمل البرودكت النهائي اللي بيخرج من البلانتس والتري وكمان الانيمال خلاص يعتبر احنا كده خلصنا اليون الدين تكلمنا عن الادابتاشن اللي هو الادابتاشن اللي هو التكيف اتكلمنا ازاي to solve problem we have five steps to solve any problem اتكلمنا كمان على البيتس needs اللي هي احتياجات اي كائن حي اللي هو الحيوانات الاليفة وعرفنا من البيتل little bitel how we can make a shade فكده بس خلاص النهاردة ان شاء الله لو اعجبكم الفيديو شيروا لايك ومعننا ان شاء الله في الوحدة التالتة في وحدة جديدة باذن الله انتظروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته